اشتركوا في القناة احمد حسن الزياد ناص سهل جدا وبسيط وعاوز كل الناس مركزة معي احمد حسن الزياد المدافع الصلب عن الثقافة العربية الاسلامية بينتمل اتجاه المحافظين المجددين و هنشوف دلوقتي سمات الاتجاه ايه كتب مقال قوي جدا اللي هو من صور التكافر الاجتماعي مقال نوعه اجتماعي اسلوبه ادبي في الكتابة وبينتمل اتجاه المحافظين المجددين لما جا أقول لك ايه سمات المحافظين المجددين لازم تعرف انهم اعتمدهم على بعض السمات احياء التراث سؤال مهم جدا في التعليق في كتاب المدرسة احياء التراث تمجيد الماضي فصاحة وبلاغة الالفاظ بقول كمان نقض الامراض الاجتماعية الوافدة الينا من الغرب يبقى هم قاموا بتمجيد الماضي واحياء التراث واهتموا بفصاحة الالفاظ وتأثروا باساليب القدماء دي سمات الاتجاه المحافظ او المحافظين المجددين اللي بينتمي اليهم احمد حسن الزيات طيب بيعتمد اسلوب الزيات على دعمتين مهمين جدا جدا سؤال در اول 2017 اول ما قولك الدعمتين تقولي حصل الاولى الاغذ من الفكر الغربي رقم اتنين الرجوع الى بلاغة وفصاحة القدماء اذا هو بيعتمد على الرجوع والاغذ واصارة الفكر الغربي الدعمة التانية بيعتمد على فصاحة وبلاغة القدماء طيب من اهم الاسئلة في تعليق كتاب المدرسة سمات اسلوب الزيات ما احنا قلناها مصطر لا الاسف انت قلت سمات الاتجاه اللي بينتمي اليه الزيات اتجاه المحافظين المجددين اللي هو احياء التراث تمجيد الماضي التأثر بالقدماء فصاحة و جزالة العبارات والالفاظ ده سمات الاتجاه انما سمات احمد حسن الزيات لازم تاخد بالك ان في سمات مهمة جدا 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 في كتابته اول حاجة بيميل الى الاطناب في كتابته وخاصة الاطناب بالتفصيل بعد الاجمال وبعطف الخاص على العام والعكس اذا بيميل الى الاطناب بيميل الى تنصيق الجمل الازدواج الجمل المتساوية اللي بدت جرز موسيقر النا اسلوبه زال طابع خاص وسمة خاصة ليس بالمسجوع وليس بالمرسل مهم جدا 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 الحيطة دي اذا اسلوبه خاص ليه اسلوب خاص وفكر جديد عشان كده بقول فعلا هو بيميل الى الاسلوب الخاص ليس بالمسجوع وليس بالمرسل اسلوبه ليه ميزة معينة خاصة في الموسيقى ما نقولش انه بيعتمد على السجعة ابدا وما نقولش برضو ان كلامه مرسل ما فيش الكلام ده ولكن اسلوب زال طابع خاص طب تنسيق الجمل والتوازن بين الجمل قلت ده بينتج عنه جرز موسيقران ونغمة موسيقية وده حتة مميزة جدا في كتاباته بيميل الى الصور المبتكرة الصور المبتكرة يعني الصور الجديدة احيانا تحس ان هو بيبتكر بعض الاخيلة زي ما هنشوف غوائل الفقرة وجرائر الجوع هنشوف بعض الخيال المبتكر جديد اذا هو بيميل الى الخيال الجديد زي ما انت شايف يبقى فيه سمات معينة لازم تقولها لي اول حاجة بقول اسلوبه يمتاز بنوع خاص ليس بالمسجوع وليس بالمرسل بيعتمد على توازن الجمل والالفاظ والعبارات تنسيق الجمل والتوازن بينها بيميل الى الاطناب الحاجات دي برضو صاحب ثقافة اسلامية اذا هو بيقتبس من القرآن الكريم في كلماته وفي كتاباته لازم تاخد بالك من موقع دي عشان تاخد بالك من سمات اسلوبه لان ده سؤال مهم جدا في التعليق بتاع كتاب المدرسة لما جاقول لجأ الكاتب للموسيقى تقولي حصل الموسيقى نتجت عن السجعة احيانا وعن الازدواج في غلبية الجمل جاب ازدواج جمل متساوية تبص تلاقي الجمل كلها متساوية والازدواج ده بينتج عنه النغمة الموسيقية او الجرز الموسيقي الرنان اللي بيعمل على الفت النظر وجزب الانتباه النص البساطة بيتكلم على كل الناس متخيلة ان الاسلام كان رسالة دينية فقط لا طبعا الاسلام رسالة كمان اجتماعية اذا ان هو رسالة دينية ورسالة اجتماعية الاسلام جاء لعلاج الفقر وهو ابشع الجرائم زي ما هيقول لنا احمد حسن الزياد دلوقتي لما جاء يستقصى كده ويتفحص ويدرس ايات القرآن الكريم لان ربنا تكلم على الزكاة ما يربع عن الخمسين مرة ما يزيد عن الخمسين مرة ان كل حاجة من اركان الاسلام جاءت عدة مرات زي ما هيقول في الفقرة الاولى ايو انما الزكاة ربنا تكلم عليها ما يربع عن خمسين مرة ده يبقى لك ان الزكاة ده ركن مهم جدا ما هو كيف علج الاسلام الفقر عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقات والبر والاحسان يقول لك ما الصدقة هي الزكاة لا في فرق كبير جدا من الزكاة حق مشروع ومعلوم في مال الغنية تفعل الفقير وفي فرق بين الصدقات ومظاهر البر والاحسان ووجوه البر والاحسان الزكاة دي حاجة عليك ده فرد عليك بيقول لك وكاد ان يكون هذا العلاق بعد توحيد الله تعرف ان الزكاة دي لما تذكرت اكثر من خمسين مرة درائي الزكاة بيقول ان هي كاد حتيجي بعد توحيد الله يعني ارقان الاسلام شاهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامة الصلاة واتاء الزكاة هو شايف ان الزكاة من اهمية هذا العلاق وهذا الفرع وهذا الركن من ارقان الاسلام كاد هذا الركن الثالث كاد يأتي بعد توحيد الله كان هيجي بعد توحيد ربنا هو مش بيغير في ارقان الاسلام ولكن هو بول أهمية الكلام ده في حاجات كلها كتختيارات إلهية ما كانش لي حد يدي فيها ربنا اختار شبه الجزيرة العربية أرض الحجاز الناس يقولك ايش معنى الإسلام السؤال اللي كان بيدور في أزاننا وإحنا صغارين لإني دي أشح البلاد طبيعة أفقر البلاد عشان الفقر فيها مستوحش ومستفحل فعلا لو ربنا قدر أنه يقضي على الفقر في أرض الحجاز سوف يكون من السهل ومن اللين أن يقضي على الفقرة في أرض مصر وسواد العراق سواد العراق هي القرى المحيطة بالعراق شوف الكلام فعلا يبقى ده بيبين لك بيبين لك أن اختيار الأرض ما كانش صدفة طب ربنا اختار العرب ليه عشان ينزل فيهم الإسلام كنا نزل على الزمان ليه الإسلام ما نزلش في مصر ليه ما نزلش في المصريين اش معنى نزل في أرض الحجاز لأن ربنا اختار أشح البلاد طبيعة زي ما قلت عشان كده نزل في أرض الحجاز واختار كمان أفقر الأمم أن العرب كانوا بيمتازوا بالقحت والشدة وفيهم صفات انتها تعرف دلوقتي لو ربنا قدر يقصر الأنانية والطمع اللي كان فيهم قبل الإسلام يبقى هيبقى سهل جدا للإسلام ينتشر شوف عظمة ربنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أميا ليظهر حجته ده اختاروا أميا عشان يبلغ الدليل والبرهان أمام الناس لو كانوا اختار بيكتب ويقرأ كان قالك ده كتب القرآن الكريم كما اختاره ضعيفا وفقيرا ليظهر قوته ما جابش واحد من قبلة قريش وأنزعه الدعوة ما جابش واحد من سادة العرب وعظماء العرب ده كان ربنا ليه حكمة في الكلام ده أميا ليظهر ويبلغ حجته أمام الجميع واختاره فقيرا وضعيفا ليظهر قوته شوف التعليل عشان يظهر قوته شوف الضعيف ده هو هو لنشر الإسلام طب اختار العرب ليه تعالى شوف بقى الفكرة اللي جاية بعد كده لما جا تكلم في الفكرة التالتة في الكتاب وشوفنا أسوأ الصفات الناس دي عندهم تضرية الغرائز إثاراتها بشدة عندهم فحش الربا أكل الربا والربا والزيادة عندهم قتل الأولاد من الفقر ومن الإملاق عندهم أكل الصحة الخبيث والحرام كل الصفات السيئة اللي ممكن تتخيلها في حياتك بتحصل في أرض الحجاز قبل نزول الإسلام ربنا اختار أصعب ناس واختار أشح أرض عشان يستطيع أن يظهر هذه القوة للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر قوة الإسلام في قضائه على الفقر وكان هذا من أهداف الإسلام الأولى وهي القضاء على الفقر لذلك الإسلام لم يكن رسالة ولم تكن الدعوة الإسلامية رسالة دينية ولكن كانت رسالة إنسانية واجتماعية ودينية في الغالب شوف الكلام ده يبين لك أن فيه اختيارات إلهية واستطاع الإسلام بعد ذلك كيف علج الإسلام الفقر عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقات والبر والإحسان والقفارة القفارة ما يستغفر به من الإثم ومن الزب إنك تطعم تسع مساكين إنك تصوم شهرين متتليق هي دي الكفارة طب ما دي من مظاهر القضاء على الفقر الزكاء أول حاجة وبعد كده الصدقات والبر والإحسان طب هل فيه طريق تاني؟ فعلا الإسلام استطاع أنه يقضي على الفقر عن طريق الكسر من حدة ومن صورة الطمع والشهوة والجشع الإسلام دائما كان يمدح الفقراء في القرآن ويمدحهم بالقناعة وكان دائما يأمر الواجد الغني بالتعفف والعفة دائما بيقوله إن ما يبقاش طماعة طب ما ربنا بيكسر الطموح وبيكسر صورة وشدة الطمع والجشع وبيأمرك بالقناعة طب ما ده في حد ذاته علاج للفقر ما هو لو كل إنسان دفع حق الله ومقدار الله في ماله مش هيبقى فقراء إزاي ديانا زي الدين الإسلامي بها الركن الثالث هو الزكاء الزكاء اللي عليك وبنشوف فقراء بيأكلون من صناديق القمامة في الشوارع ده حاجة مستحيلة لإن الناس ما بتدفعش حق ربنا لإن الناس بتعمل خلط ولبس بين الزكاء والصدقة هو ده وكمان مش بس كده ده الإسلام قصر الشهوة والحدة بتاعة الطمع وبتاعة الطموح الإسلام استطاع أنه يكسر الكلام ده أنه هو يمدح الغني ويمدحه بالعفة والتعفف ويأمر الواجد الغني بالقناعة أنه أنت دايما بتعلم بيعلم الإسلام وآيات القرآن الكريم القناعة أن تكون قنوعا زاهدا في الدنيا شوف الكلام يبقى الإسلام علج عن طريق كثير من الأشياء يبقى الراجل ده عرفنا حاجات كتيرة جدا عرفنا إحنا ليه ربنا اختار أرض الحجاز وليه اختار العرب بالتحديد عشان الصفات السيئة اللي كانت منتشرة قبل الإسلام وليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم أميا وليه اختاره ضعيفا وفقيرا كلها أقدار إلهية وكلها اختيارات إلهية لا تدخل لنا بها وفيها تعال كده بسرعة نشوف أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي عن نص ده في الامتحاد أول حاجة بقولك النص مقال اجتماعي وبقولك كتب بإسلوب أدبي وبقولك اتجاه المحافظين في الناس أو المحافظين المجددين زيه زي مين زي مصطفى صادق الرفع والمنفلوتي وطاحسين والعقاد فيه كتير جدا كتبوا في اتجاه ده أجا أقولك سمات الاتجاه ايه تقولي حافظوا على سلامة الأداء وقوته أحيوا التراث تأثروا بأساليب القدماء مجدوا الماضي وتغنوا به خلي بالك أن سمات الاتجاه المحافظي المجدد ده سمات مهمة جدا وده التعليق اللي انتم مش بتعرفوا تحلوه بتإزهقوا منه في الأسئلة بعد كده الزيات بيعتمد على دعمتين أساسيتين فعلا في دور أول 2017 جابوها الأولى الإفادة من أثار الفكر الغربي والثانية العودة إلى بلاغة القدماء والتعبير بالإيجاز ورصانة الفواصل والعبارات وقصة للجمل إذن هو بيعود إلى بلاغة فصحة القدماء وبيعتمد على أثار الفكر الغربي سمات الزيات الملء لتنسيق الجمل والعبارات اسلوب لي سمات خاصة خلي بالك أنها ليس بالمسجوع وليس بالمرسل بيميل إلى الإطناب بيستخدم التشبيهات المبتكرة الجديدة بيستخدم اللفظة في مكانها الملائم وبقول كمان ألفظ الزيات جاءت معبرة وصوره أيضا موحية وكأنه يرسم ويبرع بريشته كالفنان تماما الموسيقى لجأ إلى الموسيقى الهادئة ودي نتجت عن الفواصل بين الجمل والغير مفتاعلة مثل الإزدواج في كثير من الجمل زي تضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة الغاز ومكابدة الحرمان شوف الإزدواج لجرس موسيقى رنان ربط الكاتب ولجأ إلى ربط الأسباب المسببات ليه ربنا اختار الحجاز لأنها أشح البلاد طبيعة عشان يصرع الفقرة في أمن حصومه وأقوى ما يدينه ما هو لو ربنا قدر أنه يقضي على الفقر في الحجاز أيوة هستطيع بعد كده أنه يقضي عليها في ريف مصر وسواد العراق شوف مصر كان فيها خير وانا ما تخيل أن الإسلام لا يزال شف مصر عشان الريف عشان كلمة ريف خضرة فيه نماء وفيه خير وفيه خصوبة من نهر النيل وسواد العراق هي القرى المحيطة بالعراق يبقى الحجاز كانت هي فعلا الأرض اللي كان لازم نكسر وننزم فيها العدو ده وهو الفقر ربنا بيقول لو انهزم في قثار الحجاز الأرض التي لا زرع فيها ولا ماء اليابسة فكانت هزيمته سهلة ولينا في ريف مصر وسواد العراق شوف الزياد بيشرح الكلام ده ثم اختار الله رسوله فقيرا ليزهر قوته كما اختاره أميا ليبلغ حجته للجميع عشان يبلغ دليله وبرهانه للجميع تعال كده ولو زهبت تستقصي ما نزل من الآيات وارض من الأحاديث في الصداقات والبر شوف العطف هنا لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمدا آخر الظهر إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائل الجوع وحسبك أن تعلم أن آية الصيام في الكتاب أربعة وآية الحج بدع عشرة وآية الصلاة لا تبلغ السلاسين أما آية الزكاة والصداقات فإنها تربع على الخمسين بتزيد على الخمسين وديكت مفاجأة فعلا للزيات نفسه ولينا احنا كمان تستقصي تبحث بدقة مراضف غوائل شر وفسات مفرد جرائر جريرة وهي الجنايات والمصائب في الفقرة رأي يستدل بها الكاتب أو له الكاتب هتشرع الفقرة وتقول أن الزكاة دا حاجة مهمة لأن ربنا اتكلم على الزكاة في القرآن ما يربع عن الخمسين ما نوع الصورة في ينقذ الإنسانية استعارة مكنية شبي الإنسانية كأنها إنسان ينقذ تشخيص وطبعا بتؤكد أن الإسلام فعلا استطاع أنه ينقذ الإنسانية بالقضاء على هذا الوحش الكاسر أيوة هذا النص المقال لسه إلينا فوق اجتماعي وكتب بإسلوب أدبي ويعد كاتبه من نقطة المجددين المحافظين المجددين فعلا كأنما اختار الله لكفاح الفقر لسه أرينها أشح البلاد أدخل البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا اللي هم العرب طب يلا هاتم ضد أشح أكرم ومفرد قفار قفر والأرض القفر هي التي لا زرعة فيها ولا ما يقولك أرض قفر يعني لا زرعة فيها ولا ما معنى سواد القرى المحيطة بالعراق في الفقر اختيارات قدرية ربانية لسه شرحنها ربنا اختر أشح البلاد طبيعة واختر أشد الأمم فقر ليه عشان يسرع الفقر في أمن حصونه لو ربنا قدر أنه يهزم الفقر في الحتة ده خلاص يبقى احنا كده هنقدر نهزم الفقر في ريف نصر وسواد العراق وربنا اختر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقيرا ليظهر قوته كما اختاره أميا ليبلغ حجته للجميع تمام ما نوع الصورة ليسرعه في أمن حصونه استعارة مكنية شاب الفقر بأنه إنسان يسرع وسد جمالها التشخيص كأن الفقر ده إنسانها يهزم وبتدل بالقحت وببشاعة هذا الوحش الكاسر خلي بالك وبتدل أيضا على القحت والجفاف اللي كان في الصحراء الحجاز عشان كده دي كتأم حصونه أقوى حصونه تنصيق المفردات والجمل سما فنية لكتابة الزيات هقول له اعتمد على الإزدواك في أشد البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا ونتج عن هذا جرسا موسيقيا رنانا شوف المساوي اللي كانت في الجاهلية كانت جزيرة العرب إبانة دعوة العظمى مثلا محزنا لما يجنيه الفقر على بني الإنسان من تضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة الغزوة مكبدة الحرمان وقتل الأولاد وفحش الربا الربا يعني الزيادة وعكسها النقصان وأكل سحت السحت والخبيث وتطفيف الكيل وعانت القبراء وأثرة الأغنياء كل حاجة انت تتخالى حرامهم ما بيعملوها والأثرة هي الأنانية أثرة الأغنياء أي أنانية الأغنياء والمضاد إثار هات معنى تضرية الغرائز إثارتها بشدة مضاد أثرة الأغنياء أثرة الأغنياء يعني أنانية بعكسها إثار ومفرد الأشلاء شلوة بيقول إن هم كانوا عاملين زي الأشلاء الدامية شوف الاستعارة التصريحية شبه الفرقة اللي كان فيها العرب والمساوئ والخبائس اللي كان فيها العرب بالأشلاء الدامية وحزف المشبه وصرح بالمشبه به في استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الإجاز خلي بالك توازن الفقرة بين وضعين جاهلي وإسلامي طبعا لما جاب دستور المتين متين القواعد اللي هو القرآن والإسلام ونسخ هذه النظم الفاسدة كلمة نسخ هنا بمعنى محى وأذالة محى وأذالة غيرا ما كان الحاجات دي موجودة قبل كده قبل الإسلام زي ما أنت شايف ما نوع الصورة في يجنيه الفقرة استعارة مكنية صور الفقرة كأنه إنسان يجني كأنه إنسان يرتكب جرما وسد جمالها التشخيص وبتوحي ببشاعة هذا العمل وتأثيره على الإنسان لكتابة الزياد سمات فنية اللي هي سمات الكاتب اللي هو الإطناب والإسلوب الخاص ليس بالمرسل وليس بالمسجوع وأيضا الصور والتشبيهات المبتكرة الجديدة وأيضا تنسيق الجمل الناتج عن تقطيع الجمل والتوازن بينها ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أنقلم أصفار الفقرة وأسى كلوم الفقراء شوف الإسلام عمل إيه ده أسى يعني عالجة وقمع جرائر البؤس فألف بين القلوب وآخ بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربى الفاحش ثم عالجة داء الأزلية نفسه شوف اللي استعرض تصريحية في كلمة الداء الأزلية شبه الفقر بالداء الأزلية المرض المستفحل المرض اللي ما بتعلكش لو لا الإسلام لعاش هذا الوحش ولا انتشر هذا المرض استعرض تصريحية في الداء الأزلية قوية جدا وكأن المرض الأزلية ده المزمن اللي ملوش علاك هو فعلا الفقر ملوش علاك الفقر جريمة جريمة في حق بني الإنسان وبني آتا هات معنى أسى أسى هنا عالجة ومفرد كلوم كلمة كلم بتسكين الله ومضاد البؤس النعيم والرخاء كيف كانت بوادر الإصلاح الإلهي هتقول لي الإسلام عمليه من أول قلم أسفار الفقر وأسى قلوم الفقراء وقمع جرائر البؤس وألف بين القلوب وآخى بين الناس وسوى بين الأجناس ما نوع الصورة في أسى قلوم الفقراء استعار مكني صور الإسلام بطبيب يعالج وسيد جمالها التشخيص وتحب عظمة الإسلام وعظمة هذا الطبيب الذي استطاع أن يعالج هذا الشخص من هذا المرض وهذا الداء الذي كان ليس له علاق يقوم مذهب الزياد على دعمتين أنهم الأغذي من الفكر الغربي والرجوع إلى فصاحة وبلاغة القدماء خذوا بالكم أسئلة التعليق زي ما أنت شايف أسئلة التعليق موجودة هو في كل الفقرات اللي بنقولها علجه بالسفارة بين الغني والفقير العلاقة على أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حرم في إرادته إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه سالق الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة شوف الزكاة الزكاة ده مش فرع مش نافلة مش زيادة ما هيش هبة ولا منحة من حضرتك شوف كلمة مقدار إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما شوف الكلام بيبيرلك إن الزكاة ده حق معلوم لا يجوز الجدال ولا يجوز النقاش فيه معنى السفارة بين الغني والفقير العلاقة بين الغني والفقير الزكاة دي عملت علاقة جميلة جدا من الغني والفقير أنت محتاج الفقير عشان تستطيع أن تكمل دينك لأن لا تستطيع استكمال دينك إلا بأداء هذا الركن الثالث ما ينفعش تقولي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وصوم رمضان وحجه البيت اللي من استطاع إليه سبيلا وإن ما انتج إحنا بقى يتاقي الزكاة ما فيش الكلام ده خالص ما ينفعش وللأسف الناس بتعمل كده بيروح يحج بمئتين ألف جنيه في السنة وعليه زكاة خمسين ألف جنيه يقولك ما أنا بعمل خير كتير يا باشا الخير اللي حضرتك بيدي أعمله ده صدقة ده من مظاهر البر والإحسان ما لهش علاقة بالزكاة اللي عليك وبالمقدار المعلوم الذي كان في مالك للفقير كما يقول الزيات كيف علج الإسلام الفقرة موجود في الفقرة كل ما جاء به الإسلام للفقرة ما نوع الصورة هو الركن الثالث ده كناية عن الزكاة وسر جمالها الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه وطبعا بيشبه الزكاة بالركن السابت في تجبيه وكأن ركن سابت وركن قائم وكان هذا الركن قوي لا يمكن أن تتجاهله يمثل الزيات اتجاه المحافظين في النسر فبما تميزه شباء بدأ يسأل في التعليق ثاني حافظوا على سلامة الأداء وقوته وأحيوا التراث وتأثروا بأساليب القدماء وأيضا مجدوا الماضي أيوم أبقي ولماذا يلا نشغل دماغنا شوي إنما جعل الفقير في مال الغني حقا معلوما ولا جعل في مال الغني مقدارا معلوما أنا أختار حقا معلوما لأن أخذ الحق من مال الغني أمر واجب لا نقاش فيه لا يكتمل إيمان المرء إلا بأدائه كاملا أنت ما تقدرش أصلا تكمل الإيمان بتاع حضرتك إلا بالأداء بتاعه طب تعال كده بسرعة نشوف قطعة مهمة جدا ونشوف حاجة كده من آخر النص تكون قطعة ما قلنهاش قبل كده عشان القطع متقررة زي ما احنا شايفين دور أول 2017 عالج الإسلام الفقر من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر وقد أوشك هذا العلاج أن يكون بعد توحيد الله مش أنا اللي قلت كده والله ده ازايات مش أنا اللي قلت كده ده المفروض الزكة دي كانت بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أرفع أركان الإسلام شأنا وأكثر أوامر ذكرا وأوفر مقاصد عناية ولو استهبت تستقصي ما نزل من الآيات وورر من الأحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمدا آخر الضهر إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع تعالي نشوف قطعة سنوية عامة كده معنى أوفر أكثر جمع كلمة الضهر الضهور والأطهر مفرد جرائر جريرة وصف الكاتب الفقر ثم وصف علاج الإسلام له هتقول لي فعلا للفقر ده أصل كل ده ومصدر كل شر والعلاج عن طريق الصدقات وعن طريق البر موجودة هوت في السطر الثالث وضح الصورة الخالية في كلمة غوائل الفقر تشبيه بليخ شبه الفقر بالشر والفساد وسر جماله التوضيح وقنته طبعا بتوحي بفزاعة الفقر وأثاره السلبية والسيئة ما مصدر الموسيقى في أكثر أوامره ذكرا وأوفر مقاصده عناية خلي بالك أنا بقول مصدر الموسيقى إيه؟ طبعا الإزدواك وتنصيق الجمل طيب حدد نوع الإسلوب التالي وقيمته البلاغية لم يبعص الله بها إلا لينقذ الإنسانية لم وإلا نفي واستثناء يبقى إسلوب قصر للتخصيص والتوكيد والاهتماء هد مما حفظت من النص ما يوافق المعنى التالي على كل إنسان أن يعطي حق الله في ماله لأن ذلك بيشيع السلام بين الناس فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله ثم استقاد لأريحي الطبع وقرم نفسه فأعطى من فضل وواسى من كفاف وآثر من قلة لكان ذلك عسيا خلي بالك الفقرة اللي هي الأخيرة اللي هي حفظة أصلا الوحيدة في النص شوف جايب إيه في 2017 عشان نشوف يمثل الزيات أو مذهب الزيات لمذهب أدبي جديد اذكر دعمتين بيقوم عليهم هذا المذهب الدعمة الأولى الأغذى من آثار الفكر الغربي والثانية الرجوع إلى فصاحة وبلاغات القدماء دعا نشوف كده اللي قطع الحفظ ممكن ييجي فيها سؤال أهو قطع هي فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله ثم استقاده لأريحي الطبع وقرم نفسه تعال كده نشوف بسرعة الأسئلة معنى أريحي الطبعه طبيعته وفطرته من بزل وعطاء مضطرق بيقولك لو حصل كده سترقق الدموع تهدأ دروع الحاقد وترقق دموع البائس معناها تجف يبع عكسها تدمع وتنهمر جمع البائس البؤساء في الفكرة في مرأة دا حق الله في المال لو كل إنسان لسه كنت بشرحه بقول إزاي بقى عندنا ناس مش لائية لؤمة وناس بتقف وتبحث في صناديق القمامة والركن الثالث عندنا هو الزكاة لو دا حصل تهدأ دروع الحاقد لو كل إنسان دفع حق ربنا بأريحية وبقرم نفسه ربنا خلأك على قرم وعلى طبيعة وهي البزل والعطاء من أجل الآخرين الإنسان طبيعته كده كل الناس تخلقت على هذه الفطرة ولكن المؤثرات الخارجية هي التي تجعل منا الأناني والذي يستأثر بالأموال هي دي اللي بتعمل كده مش أكتر طبعا حتهدأ دروع الحاقد لو كل إنسان بيدفع العليه محدش هيحقد على حد محدش هيقول دا بيكسب كام وبيكسب ليه وليه هو ربنا كرم مش هننشوف كده ومش هنسمع كده وتلقى دموع البائس ويسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغني الغني مش هيخاف على ماله إن حد يبصله إن حد يأذيه وبيقول كمان ويسكن جوف الفقير شوف الجمل عظم في التعبير من الزياء فعلا كأنه يرسم وكأنه فنان يرسم بإحاءات ودلالات وألفاظ كما يرسم الفنان بريشته كلام جميل وكلام زي الفن حيقول لك أني حيسكن جوف الفقير حيهدأ جوف الفقير اللي بيتقطع من الجوع ويتألم كثيرا من الجوع وتهدأ دلوع الحاق وترقى دموع البائس حتجفه عكسة تنهمر وتسهيل في الفقرة ثمار قلناها ما نوع الصورة في قر السلام استعرم كمية هيقر السلام يعني هيجعله يستقر وكأنه شيء مد يستقر لو إحنا عملنا كده وسر جمالها طبعا التكسيم والتكسيم بيبين أو الاستعارة أسد بيتبين القيمة ليها النتائج الجميلة والثمار التي تنتج عن ذلك مع علاقة قوله لكان ذلك عاثيا بما قبله بأسلوب الشرط اللي قبله طبعا هو بيقول هنا لو كل إنسان أعطى وواسى وأعطى بهذا بأريحية طبع وقرم نفسه لكان ذلك عاثيا واضح جدا إنها نتيجة في صلوب الشرط نتيجة لما قبلها يبقى فعلا هي نتيجة لما قبلها بكده يبقى احنا لمنا كل ومعظم أسئلة من صور التكافل الاجتماعي نص خطير جدا ونص مهم جدا والجزء الأول كان الجزء الخاص بالتعليق الناس اللي بتبعت الأسئلة وتبعتنا على الصفحات إن هم بيشتكوا من التعليق بتاع كتاب المدرسة التعليق ده أنا بجيبهولك في صورة أسئلة داخل القطع والفقرات زي ما أنت شايف فالموضوع بيكون سهل إن شاء الله وبسيط أتمنى نكون وصلنا كل الأفكار واشوفكم في آخر حصة في النصوص وآخر حصة في المراجعة النهائية نص الكنيسة نورت إلى اللقاء في حصة قادمة